اشتركوا في القناة المتصاعد الذي تشهده الشركة وبعد الاستكشافات الاخيرة والواعدة التي شهدت مملكة البحرين في عدد من حقول النفط والغاز وفي تصريح له بهذا المناسبة اعرب معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن دعم الهيئة لكافة شركاتها المنضوية تحت مظلتها بما يسهم في تنمية واستدامة الاقتصاد البحريني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للمملكة بما يتماشى مع عداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله نضيف المعاليم بان شركة الخليل لصناعة البترو كيمويات قد اثبتت اليوم تمييزها الكبير سواء على صعيد الانتاج والتسويق حيث تعد الشركة اليوم رافدة مهما للاقتصاد البحريني المتنامي من جانبي اكد الدكتور عبد الرحمن جواهري رئيس شركة الخليل لصناعة البترو كيمويات ان توقيع الاتفاقية يأتي في خضم العلاقات الاقتصادية المتينة والمتميزة التي تربط بين المملكة البحرين والجمهورية الايطالية كما تاتي كذلك ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لتوسعة منشآتها في مجمعها الصناعي داخل مملكة البحرين مشيرا ان شركة سايبم الايطالية والمعروفة سابقا بشركة سنامبرو وغيتي هي واحدة من مجموعة الشركات التي اسهمت في تنفيذ وانشاء العديد من مرافق الشركة في بداية تأسيسها ترجمة نانسي قنقر